معاكم عيد عبدالهادي مستشارك العقاري صاحب شركة ايدكل العقارات الشركة متخصصة في بيع وشراء الأراضي والمصارع والحزن لها تابعونا على قناتنا على اليوتيوب ايدكل العقارات أفضل الاختيالات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من بردامكم طاحية مصر واللي بنسلط فيه الضوء على الشخصيات المشهورة في مجال الفن والسياسة والاقتصاد النهاردة معانا اتنين من عمالكة الاقتصاد في مدينة 6 اكتوبر هو المهندس عيد عبدالهادي معانا في الحلقة دايما مستشارك العقاري ريس مجلس ادارة شركة ايدكل العقارات شفتنا بش مهندس ومعانا المهندس محمد الأسوتي رئيس مجلس ادارة شركة بناء مصر وعدو مجلس ادارة نادي الأسوتي سابقا وعدو مجلس ادارة نادي لفينة FC حاليا اهلا وسهلا بش مهندس اهلا وسهلا بك يا سيد رعصان الله يخليك اهلا وسهلا بك يا سيد رعصان بش مهندس كنا عايزين نتكلم النهاردة عن نشاط شركة بناء مصر اللي حضرك لس مجلس ادارة شركة بناء مصر احنا شركة مقاولات متخصصين في المقاولات واعمال التشتيب والديكور يعني كل ما يخص التشييد والبناء انا الشركة احنا متواجدين في السوق المصري من اكتر من 20 سنة مقر الشركة في مدينة ستة اكتوبر تمام اه نفذنا اعمال كتير في محافظات مصر كلها اه لنا صابقة اعمال كبيرة جدا اه من ابرز الاعمال اللي نفذناها يعني مؤخرا كان لنا الشرف ان احنا شاركنا في تنفيذ مبنى المجلس القومي لرعاية اسر الشهداء والمصابين تمام ده كان في العاصمة الادارية وده كان شرف كبير لنا ان احنا شاركنا في كنا مشاركة في المشروع مع شركة سياك سياك شركة سياك شركة كبيرة اه برضو كان لنا شرف ان احنا شاركنا ده بالنسبة للمجال القطاع العام يعني تمام كان لنا شرف ان احنا شاركنا في انشاء اكبر محطة مياه اللي هي محطة مدينة ستة اكتوبر تمام واعمال كتيرة جدا على مستوى قطاع الخاص برضو نفذنا منتجة على الاصيوط الرياضي على طريق الاصيوط الغربي يعني الحمد لله لنا سبقة اعمال كويسة انا نتكلم على اسعار التشتبات والذكور الناس كلها الان امانها يعني عايزين نبزة كده مراحل التشتب واسعاره تنصح اي شاب زي مقبل على مسلا تشتب شايته وتنصحه بايه وكده مفيش اي داعي للقلق خالص يعني الموضوع سهل وبسيط جدا تمام وكل حاجة بيئت واضحة دلوقتي يعني الامور كلها دلوقتي بيئت واضحة يعني من خلال وسائل السوشال ميديا والحاجات دي كل حاجة بيئت متسرع أو سهل عن الاول يعني تقدر تدخل وتجيب معلومات لكن انا في الاول احب يعني اوضح في الجزئة دي في بعض المفاهيم المغلوطة لده كثير من المقبلين على تشتيب شايته أو بيته بيبقى عنده تخوف ان هو يلجأ لشركة متخصصة تمام بالعكس انا بطمنه بقوله لا ان انت لما تلجأ لشركة متخصصة في المجال ده بيفيدك من كذا ناحية يعني بيفيده على المستوى المعنوي بيفيده على المستوى المادي بيفيده على المستوى الفني تمام المستوى المعنوي ان انت تتعامل مع كيان مع شركة كبيرة في مكان شركة لها مقر ويعني عندها خبرة اه سابقة اعمال وخبرة واصطف على اعلى مستوى فالموضوع بيطمنك معنويا عارف فلوسك راحة فيهن بيبرم بيتم بيبرم عقد العقد ده بيضمنك حقوقك المادية ده من ناحية المعنوية من ناحية المادية ان انت لما تلجأ لشركة ما فيه التزام غير ان يفيه التزام ان الموضوع هيبقى فيه وفر بالنسبة لك هو المفاهيم مغلوطة انه هو متخيل مثلا اني لو تعامل مع شركة هتغالي في الاسعار بالعكس انا كشركة ده باتي موجود وعندي سابقة اعمال وعندي شغل حجم اعمال كبير فبالنسبة للمواد الخام انا بجيب مادة خامة بسعر قليل اه بيبقى ليكنا خفيف لكنك انت دايم معهم اه مع المؤسسات اللي هي بتورد بيورد لي باسعار انا نسب الخاص ممكن توصل عندي 35 لغاية عايز اقولك 40% وبسترم الشقة من شركة مسؤولة اه بالزبط يعني مثلا مش اي حد اشتطلب مشاكل عيوب في التشطيب لكن انت شركة مسؤولة لو فئة لقدر لأي حاجة هتقدر تتعامل معاه بالزبط فاذا من الجانب المادي هو عندك وفر الوفر ده بيود عليك انا لما اجيب القطع الخام دي فيها وفر خمسة و تتجد او هنفترض مثلا القطع بمية جنيه انت هتروح تشتريها من المكان ده بمية جنيه انت كعميل بشكل فردي هتشتريها بمية جنيه لانه مش هيقدر يدي لك لان انت مش شركة مش هيقدر يوقع لك الخصم اللي هو خمسة و تتجدين و ربين في المية انت بتجيبها بمية جنيه انا باخدها بخمسة و ستين جنيه او ستين جنيه في بعض يعني مش في كل يعني فيه خامات فيه مثلا خامات نسبة الخاصة بتوصل ربين في المية فيه اماكن مثلا السراميك الحاجات دي على نسبة الخاصة بتعدي خمسة و ربين في المية في الشركة عندي انا كاتب عقد مع المؤسسات دي اللي هي بتورد ان انا اللي هي نسبة خاصة فبالتالي فيه عائد فيه مردود من الناحية المادية الناحية الفنية والمهمة ان انا كشركة دلوقتي ببعدي اصطف على اعلى مستوى فنيين بيتعملهم قبل ما ينضم لفريق العمل بيتعملوا اختبارات وبي وبيشوف سابقة الاعمال بتاعته ايه وبينجربوا وبيتحذب على كل حال وحضراتكم طبعا المهندس عيد طبعا مستشارك العقاري بالبرنامج معنا عقود دايما وحضرتك المهندس محمد السوتي هو المهندس عيد بشتري الاراضي وانت بتبديها هو بشتري انا بنبقى بجيت في تعاون بينكم بقى حتى حضراتكم تكلوم عن التعاون بين حضراتكم يعني بين شركة ادكو العقارات ومستشارك المهندس مهندس عيد عبدالهالي والمهندس محمد الشركة بين امصر ونحن عايزة نعرف نابزة كده ما نحضراتكم عن التعاون بين الشركتين شرف ليه طبعا التعاون مع البشوهندس عيد رجل حبيبي الله يكريم ويكفي ان احنا الاتنين عمالكة الاقتصاد العقاري في 6 قوة احنا الاتنين رؤساء مجلس ادارة الشركتين من مصنع الرجال السعيد البشوهندس عيد طبعا من المانيا ولا من الأسيوط فيكفي احنا بقى صور لحضرتك عن رد وقت على الشاشة يعني حدك أصول صعيدية عن الأسيوط وكده ويتفخر بأصلك الصعيد طبعا الصعيد طبعا لهه إنجازات كبيرة جدا الصعيدة اللي بانه مصر اه طبعا الحمد لله بنت على كتاب في الصعيد تمام وكله بيشهد وسيد الرئيس دايما في كل لقاءاته وبيشيد عن الصعيدة وبيشيد عن بالصعيد وإنجازات الصعيدة وده يكفي يعني اه في معنا صورة تحت عيرت على الشاشة لحضرتك بالنبس الصعيدي طبعا لحضرتك بتفخر دايما به وفي برضو طبعا أنا صعيدي وأفتخر اللي أنا صعيدي ها يا فندي موجود على الشاشة بشنتم من المينيا أو كل ما تبعد الصعيد كل ما تضخم موجود على الشاشة حضرتك قول لنا الصورة دي مين يا فندي حضرتك في النص تقريبا أنا اللي في النص وعلى شمالي حمادة الأسيوتي ده عدو مجلس إدارة الأسيوتي سابقا ولفيين الفي سي حاليا واللي عليمين بقى العليمين جمال أخويا برضو جمال الأسيوتي عدو مجلس إدارة الأسيوتي السابقة ولفيين الفي سي تمام وفي صور تاني برضو متجمعين في البلد اه في الصورة هيا فندي موجودة أيوة عندك هنا عليميني كابتن سيفل أسيوتي ابن عمي مصري نمساوي صعيدي أسيوتي حلو موجودة تحية كل أهل الصعيب يا فندي من المرنامج اللي في النفسي تمام جنبي محمود الأسيوتي أخويا أنا صغير أنا حمادة أحمد الحق جمال الأسيوتي عالم الصعيد تمام وربنا يدي له الصحة وطوية العمر وأولاد عمينا وأولادنا قلهم صعيدة في صعيدة يعني يا فندي بالصعيدة هم بنات مصر يعني أنا معي اتنين من أكبر الشركات العقارية في 6 أكتوبر بشمهندس عيد يعني رئيس مجل تشركة قد كل عقارات متخصصة في الشراء الأراضي وشمهندس محمد الأسيوتي برضو شركة بناء مصر متخصصة في التشطيب وعمل الدكور والبناء يعني الصعيدة هم بنات مصر فعلا يعني ومجل تحاملنا بنامجل أهل الصعيد طبعا وبدل احنا تكلمنا أستاذ عسام على الصعيد احنا جماعة صعيدة ما بنغلطش في حد ما بنحبش حد يغلط فينا وإن شاء الله يعني مش بنسيب حقنا بس بالأصول لا هو احنا يعني في الجزئية دي طبعا هو البشوانسي يوصد الأمور اللي حصلت مؤخرا من المدعو تامر أمين طبعا احنا بنسيب الموضوع ده بلاش بلاش ذكر مش عايزين ذكر احنا عندنا في الصعيد مثل بيقول يعرفوا لأستاذ عيد اللي مروش كبير يشتري له كبير طب طيب فاحنا كبرنا سيادة الرايس تمام تمام فسيادة الرايس هو مهندس محمد هنستأذنك بس ونخرج فاصل ونرجع عزيزي المشاهدين هنخرج فاصل ونرجع حضراتكم تاني بسم الله الرحمن الرحيم مهندس محمد العسيوتي رئيس مجلس إدارة شركة بناء مصر للمقاولات وأعمال التشتيب والدكور شركة بناء مصر شركة متخصصة في التشييد والبناء ومقرها الرئيسي في مدينة السادس من أكتوبر وعلى استعداد تام لتنفيذ كافة أعمال المقاولات والتشتيب والدكور في أنحاء جمهورية مصر العربية وللتواصل مع الشركة يرجى الاتصال على رقم 01662037 شكراً والسلام عليكم وعلى الله وبركاته أعزائي المشاهدين رجعنا لحضراتكم بعد الفصل ونستكمل حلقتنا مع اتنين من عمالقة الاقتصاد في مصر وفي مدينة ستة أكتوبر المهندس عيد عبدالهاد رئيس مجلس قدرة شركة اتكل عقارات ومستشارك العقارة للبرنامج والمهندس محمد الأسود رئيس مجلس إدارة شركة بناء مصر وعدو مجلس إدارة نادي الأسود سابقاً وعدو مجلس إدارة نادي لفنا F.C باش مهندس محمد كنا قبل الفصل لنتكلم عن مراحل التشطيب عندك في الشركة يعني مراحل التشطيب ما كان لحنا قبل الفصل كنا متكلم في جزئية ما كان منعاش إحنا قلنا إحنا اخترنا الرئيس الجزئية اللي تكلمنا فيها اللي تهم الصعيد كله لازم النهاردة جايين باسم الصعيد من جيزة الأسوان إحنا لازم نقول ده حقهم علينا أهلينا إحنا زي ما بقولك إحنا اللي مروش كبير يشتري له كبير وإحنا كبرنا السيد الرئيس عفتاح السيسي طبعا إحنا نطلب السيد الرئيس أنه هو يجيب لنا حقنا من خلاص ما تم خلاص يا فاني ملاحظة طيب كنا منتكلم على أسعار التشطيبات مراحل التشطيب في الشركة مراحل التشطيب هو طبعا مراحل التشطيب تتخصم إلى ثلاث مراحل يعني تمام فيه مستوى تشطيب بيبقى لوكس تمام سوبر لوكس ألترا سوبر لوكس تمام دول الثلاث مراحل أساسيين يعني عشان برضو أختصر الأمور يعني تمام هو الموضوع المجال الكبير جدا ومفتوح بس أنا بحاول بقدر الإمكان أدي معلومات مفيدة هما الثلاث مستويات تمام لوكس والسوبر لوكس والألترا سوبر لوكس يمكن أنا عندي بروتوكول شوية خاص بها في الثلاث مراحل يعني مثلا كل مرحلة لها سعر يعني اللوكس بسعر والسوبر لوكس بسعر يعني لو افترضنا مثلا إن متر المتر بيكلف مثلا في اللوكس 1250 السوبر لوكس 1500 ألترا سوبر لوكس من 2000 وفي ما فوق ولكن أنا ينكم عندي بروتوكول شوية إن في جزئية معينة في مراحل التأسيس إن الثلاث مستويات بمشيهم بمستوى واحد يعني الألترا سوبر لوكس زي اللوكس زي السوبر لوكس اللي هي الحاجات اللي هي ما نعرفش هو بختار يعني يعني مثلا أنا مثلا كالصاحب شركة شركة مثلا عايزة شطبها سعيد المستوى اللي هو أعلى مستوى نفس الخامة اللي بتتحط بس دي في مرحلة التأسيس الحاجات بقى الظاهرية اللي هي الديكوريشن جيبسين بورد الحاجات الخارجية الطقم أطقم الحمامات كبين الشاور الحاجات اللي نقدر نغيرها بسهولة دي بفيش مشكلة خالص دي ايه على حسب رغم العميل يعني ممكن أنت تختار طقم مثلا ب1500 جنيه وفيه طقم يبعشر تلاف جنيه ولكن الحاجات اللي هي ما قبل المرحلة اللي هي ما قبل اللي هي مرحلة التأسيس دي أنا تقريبا بورتوكول الشركة عندي لا لو حنتكلم عن المتجاوزين يا بشماندس محمد يعني مثلا المتجاوزين دولا تجاوزوا ليه لا أنا أصد واحد مثلا عايزي حيتجاوز بحضر شقة الزوجية مثلا فشاف الحضرتك تنصحه بايه؟ أنا زي ما قلت الحضرتك كده أنصحه وأنصحه لو هو بشطة بشقته كده يلجأ الشركة متخصصة أوفر من كل النواحي معناوين بتبقى متطمن ماديا بتبقى أوفر تماما غير فنيا طبعا الشركة باب عندها فنيين متخصين سباك نجار اه تمام يعني ما بيغضعش بقى الاحتقار النجارين ومسلا الحددين وتعالي تشطيب وقدرابلو سعر في عشرة عندنا شركة كتير جدا واحد مثلا اقول له بدل ما تجيب شركة وبتاعه والشركة تاخد منه كتير ما انا عرف سباك كوي دخل في سكة ضربة بدل ما يتعامل مع واحد مسؤوله قدامه وطبعا بدل ما ياخد الحاجة بعشر قروش بياخدها بمية جنيه بالضبط فانا بنصح اي واحد يلجأ وأضمنون الموضوع يعني هيبقى فيه والشركة مفيش فهة تلاعب يعني مثلا انا بحددلك سعر معين مثلا السعر ده خلاص لكن ممكن مثلا بتجيب صنايا عادي يقولك الحاجة مثلا بمية جنيه بيبقى يقولك لا ده كاليفة ميتين جنيه بالضبط فيه طريقتين متابعين بنتعامل معهم يعني عندي طريقة المخطوعية او المقاولة انت بتيجي سوز عصام عايز اشطى بشقتي بروح عامل رفع مساحي وبعمل لك كمان بتعمل لك سري دي بتشوف شقتك هي ولسه ما دخل ما دربناش فيها مسمار بتدخل بنوريك الفرش المفروشة ازاي والتشتبات وعشان ما تتفاجئش يعني زمان مثلا تتوعد مثلا الشقة بتشطى فيها ستة شهور ومنتظر بعد ستة شهور هتشوف الشقة زي الله ده انا كنتش بتخيل البني وما كانوا هنا ده انا كنت عايز الاعداء تبقى هنا لأ مفيش الكلام ده خالص دلوقتي بمجرد ما تيجي الشركة بنعمل رفع مساحي متخصصين بيروحوا يعملوا لحدثك سيدهاية سري دي وبتيجي تشرفنا بنعرض لك الشقة على بروجوكتور كلام ده لسه مشتغلناش بتشوف الشقة كلها الحمامات والريسبشن الشاشة فين والتكيف فين كل الكلام ده بتشوفه لو فيه تغيير بقى وتعديل مثلا ممكن بتقولي لأ ونبي خليلي الشاشة دي مكانها هنا في القوضة دي نقولي الدولاب حتولي هنا التكيف ده حتولي هنا بنعمل التعديل وبنوقع وحضرتك بتاخد بتمشي بتاخد السيدهاية معاك في اي لحظة احنا وشغالين نظام تكنولوجي حديث ده الحديث يعني معنى الكلام ما مش اي مجال الاخطاء ولكن الخطأ ده يحدث امتى لما تجيب واحد انت سببه تدخلوا شقتك مثلا على المحارة فتوكل على الله يا عم اشتغل يبدأ يشتغل انت اصلا هو وشغال انت متعرفش هو بأسس المواسير الاعداء هتبقى فين البني هايبقى فين الحوض هايبقى فين الكلام ده انت متعرفوش انا عايز اقول لحياتك على معلومة مهمة انا في مرحلة التأسيس يوميا لازم ابقى واقف على دماغي الصنايحي السباك لان اي غلطة اللي بعده بيبنى عليها اللي بعده بيبنى عليها افاجئ العميل مثلا اسلمه يتفاجئ مثلا اني الله 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 ده مش عامل مكان للغسالة وبيحصل طب عشان تأسس مكان للغسالة تعمل ايه وتبهدل الدنيا كلها حيوارات صعبة جدا وبهدل العميل ما بيفتكلكش العميل عايز الموضوع كامل طبعا بنسبة مية في المية مايش قابل الاخطاء فيش اي خطأ خالص انا ليه موقف يمكن احكوه لك كان عندي دكتور شططت له الشقة بتاعته والغاية اخر لحظة انا مسلمه الدنيا كويسة وتمام التمام وسكن في الشقة ففيجيت بلاحدة ونص بليل بيتصل عليها قلت ايه اللي حصل الشقة ولاعت ولاية قليته بقول لي يا باش مهندس الشطاف ما بيدربش في المكان المحدد ليه ايه اعداد لها زيه فعايز اقولك بعنا الكلام ان العميل لازم من الغاية واحنا طبعا بندى ضمان خمس سنين ضمان خمس سنين لا صانية ما فيش ضمان يوم بصانية خلاص في ناس كتير اكام هو لو خرج من الشقة ما تشوش اكام ناس جات لي عملة في واحد جي خد منه فلوسه وما شافوش تاني اه طبعا مش بعيد في حد ولكن هو الخطأ ان احنا انت لازم تلجأ وبطمن الناس بطمن الناس كلها اي واحد مقبل على تشتيب شائته او بيته او بناء بيته الجأ الشركة متخصصة هتستفيد من كل النواحي تمام واحنا على استعداد تاني ان احنا نخدم اي حد اه احنا بنتكلم على برضو انجازات شركة بناء مصر في المجال العقاري في مصر عموما انا زي ما قلت حضرتك هو انا يمكن اغلبية شغلي في القطاع الخاص انا يمكن عندي تسعين في المئة بل اكثر من تسعين في المئة من العملة بتاعوتي تحولوا من عملاء لاصدقاء تمام بسبب المصدقية الشغل الكويس والثقة الحمدلله يعني انا زي ما قلت لك فيه طريقتين للشغل يهم المقطوعية او المؤولة تمام او النسبة تمام انا بقى احفز الطريقة التانية اللي هي النسبة باخد منك نسبة كل حاجة تقريبا بنسبة 70-80% كل البنوت بقوم بشراءها والعميل معانا تمام يتوقع الخصم في المعرض بتاع السيراميك يتوقع الخصم بتاع الشاركة هو بيختار هو بيعرف الاسعار والفاتورة بتطلع تبقى معاه انا الطريقة التانية دي باخد نسبة باتفق مثلا مع العميل ان باخد 10-50% 50% 20% اين كان ايه الاتفاق انا احبس احبس الطريقة دي الطريقة دي بسببها بزي ما بقول حضرتها كده كل العملاء تحولوا من العملاء لاصدقاء شغلين بالنسبة لاصعار الحديد الايام دي كام؟ اصعار الحديد الايام دي انت عندك عز مثلا ممكن في حدود 13 كسور يعني والاسمنت برضو بيبدأ هل بيقص على الرغبة في التشطيب او الاحجام في اسعار دي؟ اه طبعا طبعا كل ما كان السعر المادة الخام الحديد مثلا قليل كل ما الناس بتبدأ لو علي سعر الحديد بتحصل ركود في الشغل والاسمنت دلوقتي الاسمنت بيبدأ من 850 جنيه حسب الشركات يعني في شركات مختلفة يعني حسب الله تمام كنت حضرتك تتكلم على حدايا اكتوبر حدايا اكتوبر حدايا اكتوبر عشان انت حضرتك تكلمت كنت سمعتك انا في الحلقات السابقة تكلمت كتير عن مشكلة المعصور ألف اه طبعا بحب اطمن اي حد بيستثمر او ساكن في موضوعات حدايا اكتوبر موضوعك ارابة تحل على فكرة وموضوع وكل المعصورات تحل شوف يا سيد عصام حدايا اكتوبر في المخطط بتاع الدولة الحديثة السيد الرئيس حاطتها عاصمة مصر السياحية تمام التطورات اللي حصلة في ميدان الرماية وطريق الفيوم الجزيلة عند ميدان الرماية والعرم دي البوابة البوابة الرئاسية بتاع حدايا اكتوبر تمام في حدايا اكتوبر انا بطمن اي حد بيستثمر حدايا اكتوبر او ساكن في حدايا اكتوبر ان المنطقة دي وعدة ومشية بالتوازي مع انجازات الرئيس السيسي يا فندي محدش يقدر انكيرها ده باني مصر الحديثة ومقص مصر الحديثة بسم الله ما شاء الله عليه اللي اتعمل في عهده ما اتعملش في مئة سنة طبعا يعني مصر بقيت حاجة تانية في عهده رأس عفتاح السيسي طبعا وانجازات هستغل وجودي معاك النهاردة ووجه برخية شكر وامنان وبقول له حضرتك وعت وفايت مصر ام الدنيا وعلى ايدك هتو بقى الدنيا طبعا بطبيعة شغلي ان انا بجوب مصر كلها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا انا دايما حتى عندنا في شغلنا في تصور عندنا العميل مثلا بقول له الشقة قبل بصور له مثلا شئته قبل وبعد انا في زاكرتي عندي تصور مصر قبل وبعد فانا دلوقتي لما بقى 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 بتحرك في اي مكان زاكرتي بتجمع المكان مثلا قبل وبعد انا لسه الاسبوع اللي عده منطقة مصر الاديمة وعين الصيرة انا مثلا منطقة دي منطقتي مثلا فيه اهلي وقواتي واناك بروح بين فترة والتانية بروح اينا انا لو من عشر سنين كان حد قال لي ان اللي حصل فيها حاليا دلوقتي هيحصل منه عشر في المية كنت اقول له انت مجنون بتحلم انت مجنون انا توهد فيها سيد اصدر فاندي من جزات السيد الرئيس هفتح لا يمكن انكرها في البلد بصراحة يعني مصر بقى التحفة وبيبني الدولة الحديثة بقى تعروصة فعلا وبيبني الدولة الحديثة هو مؤسس مصر الحديثة وبان النهضة في مصر الحديثة واللي حصل في عده محصلتش في عده مئة سنة بس بناشد حضرتك وبناشد القائمين على البرامج ان انتو ليكم دور مهم ان انتو تعملوا توعية للشهر تمام باللي بيحصل باللي بيحصل يا سيد اصام تمام في حاجات كتير بتحصل اصانا دلوقتي احنا يا فندم سيد الرئيس حاطت كل الملفات تمام عالطرابيزة واقف على مسافة واحدة من كل الملفات في تنفيزة تمام بس انا ماشي في الشارع بعربيتي ما بشوفش الا الكبالي اللي بتتبني والطرق ولكن الزراعة تعال يا فندم على طريق اصوط الصحراوي الغربي عندنا تعال شوف الصوبات الزراعية المعمولة تعال شوف الصوبات الزراعية ما تقطنيش يا سيد اصكان لا لا أسف وقا تحلي الانتهى والله وشوف الشركات الاجنبية وقا تحلي الانتهى والله انا بقول انا بقول انا بقول اني الفترة الجاية دي الفترة الجاية دي المستلزمات بتاعة المواطن البسيط من طماطم وخيار وبطاطس groot هياخدها واخد على فلوس تمام أعزائي المشاهدين شكراً بشماند سعيد عبدالهادي أعزائي المشاهدين لها انتهت حلقتنا وللقاء في الحلقات القادمة تحياتي لكم تحيا مصر